إنه مطش الغزل النهاردة هو الحدث الأهم في اليوم فخليها نبدأ به وإنت يمكن يعني داخل على مرحلة صعبة جدا من حيث توالي المطشات أنت بتتكلم على مطش القمة لسه ما فيش 72 ساعة ما كملناش 72 ساعة وعندك النهاردة مطش في مواجهة الغزل في قايمة غيابات زي ما قلت لحضراتكم كبيرة جدا يمكن أعلنها لحضراتكم بتفصيل مبارح لكن ده ما يمنعش إن شاء الله كلنا ثقة في كابت سامي أمصان وفي رجالة الأهلي نهاردة إن شاء الله عندهم القدرة بإذن الله يكونوا موفقين ويقدروا يحصموا المباراة ويحصلوا على التلات نقاط خلينا نروح لمعسكر فريق كريم أحمد زمينا جاهز من هناك ينقل لنا اللحظات الأخيرة قبل بداية المباراة ويقول لنا السعادة الفريق لمواجهة الغزل النهاردة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك للزميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان ممكن هاخد من كلامك تحدي كبير وصعب جدا نهاردة الحقيقة على فريق النادي الآلي في زر الأجواء والظروف المحيطة بالفريق من إصابات يعني الإصابات كمان أمر محزن جدا وبيسبب بصعبات للجهاز الفني واللعبين لكن إن شاء الله بإذن الله هو ده قدرنا وسيقتنا كبيرة جدا كالعادة في لعبة النادي الآلي كابتن سامي الكابتن شرف الكابتن سايا عبدالحفيز الكل بيقوم بدوره كل اللاعبين الكبار بتحفزوا بتتكلم بنشوف التجمعات بنشوف أحاديث اللاعبين طبعا مع بعضهم البعض على أهمية المرحلة وأهمية المباراة خلاص اللي جاي كله كده كل المباراة اللي جاي هتكون بهذا الشك لأن احنا يمكن في لعبة هنفقدها لمدة 3 أسابيع و10 أيام عدد كبير جدا من اللاعبين لكن إن شاء الله بإذن الله سقطنا كبيرة جدا فكل اللاعب الزروف النهاردة بإذن الله كوم معانا الكابتن سامي يعني قام بدور كبير جدا هي خلال الأيام الماضية رغم ديق الوقت يعني بعد مباراة الزمالك ريكوفر يوم تدريب وحيد ثم مباراة فصعوبة كبيرة جدا على الجهاز الفني لكن تم التحضير لها دي المباراة من المحاضرات طبعا هاي لايس اللاعبت غزم حلة لعبة اللي النادي الأهلي شافت الثغرات ونقاط القوة والضعف وأكدوا على أهمية المباراة وأهمية المرحلة بشكل عام في بطولة الدور العام وفي بطولة كأس مصر فيارب إن شاء الله بإذن الله الظروف والمناخ وكل الأجواء يارب تكون معانا إن شاء الله ويكون التوفيق تحديدا مع لعابة النادي الأهلي التوفيق ما بيكون معانا الأمور بيكون مختلفة بشكل كبير جدا مع الجانب الأكبر وهو جمهور النادي الأهلي دورهم كبير جدا ومهم جدا في مباراة اليوم وكل المباراة القادمة النادي الأهلي في أشد الاحتياج لجمهور النادي الأهلي في مباراة بطولة الدور العام فيا رب ان شاء الله جمهورنا يكون بيقازر وبيحفز وبيشجع ولعبتنا كالعادة طبعا تكون عندها استعاب كبير جدا لهذه المرحلة يعني عايز اقول لك كابتن سامي قمصان اتكلم مع اللعبين على مباراة اليوم غازل المحلة عنده عناصر مميزة جدا وعنده رغبة وعنده سرعات والمباراة الاخيرة اكدنا وانا المباراة اللي جمعت الفارقين السناريو اللي فيها كان صعب جدا انتهت بتلاتة اتنين في اخر ديها من المباراة فمتوقعنا نكون مباراة اليوم بنفس الشكل مع الظروف القابلة فريقة للنادي الالي لكن يا رب ان شاء الله بإذن الله دعواتك ودعواتك كله جمهورنا النهاردة نقدر نتخطى هذه المباراة بشخصية اللعبين دور اللعبين مهم جدا جهاز الفني بيقوم بدوره ده المعتاد لكن الدور الأكبر ان شاء الله لحنا منتظرينه من لعبة النادي الالي في مباراة اليوم عايزة طمينك طبعا كالعادة طبعا هم فندو الإقامة الظروف الأجواء حالة اللعبين الحالة معنوية حالة التركيز كل الأمور دي شفناها ولمسناها على الأرض الواقع تركيز موجود والجدية موجودة لكن التوفيق رب يكون معنا ان شاء الله بإذن الله في خلال أقل من 30 دقيقة يكون المحاضرة الفنية الأخيرة لفريقة لنادي الالي في فندو الإقامة كابتن سامي أمسان هيأكد طبعا على بعض الأمور الخاصة بالتكتيك التشكيل واجبات كل اللعيب طبعا نهاردة في المباراة ممكن نشوف متغيرات في التشكيل وممكن نشوف متغيرات في بعض الأماكن وبعض العناصر يعني مش عايز طبعا نتكلم على أسماء على قد ما احنا نتكلم على بعض اللعبين النهاردة اللي ممكن تكون لها أدوار غير أدوارها لكن تبزل كل المجهود النهاردة إن شاء الله كل اللعيبة فيارب الظروف تكون لها تكون معنا زميلي أحمد عايزة أطمينك بشكل سريعا طبعا ونحن نتكلم عن المباراة اليوم ونحن منتظرين طبعا هدية المباراة لكن عندنا خبر كويس جدا عودة مينة موديانج إن شاء الله بعد هدية المباراة يشاركوا مع فريق النادي الأهلي وبإذن الله نشوفهم في المباراة تبيرا مز فيها الكاس لكن منتظرين إن شاء الله النهاردة المباراة اليوم تنتي على خير أداء ونتيجة إن شاء الله يكون في نصيب النادي الأهلي الأهم بس نطلع النهاردة من غير إصابات لأنه أعتقد أن قائمة الإصابات ما تحتمدش إضاف لها لقد الله إسم تاني يعني أنا مدرك تماما حجم الإرهاق اللي بيعني منه اللعيبة والإرهاق ده أعتقد هستمر حالة الإجهاد هستمر فترة جاية نتعرف كريم إحنا ننعب كل ثلاث يام تقريبا ماتش فنتمنى إن شاء الله يبقى أداء ونتيجة والأهم كمان أن قائمة الفريق تخرج النهاردة بدون إصابات بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد دي كانت أخبار الفريق من داخل معسكر الإقامة زي ما قلت لحضراتكم أنت خلص مباراة بيرامدز مباراة الغازل النهاردة عندك ماتش مهم جدا فيه كاس مصر يوم الحد اللي جاي فنتمنى إن شاء الله إنه وخبر كويس قاله لنا كريم طبعا إنه ديانج وعبد المنعم إن شاء الله يكونوا جاهزين لمباراة بيرامدز أخبارنا النهاردة وتفاصيلها هتكون مع حضراتكم بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع لنا برحضراتكم مرة تانية في السادسة